إجراءات باطلة ومحاكمة هزلية هكذا وصفت وزارة حقوق الإنسان المحاكمات التي تجريها الميليشيا الانقلابية في صنعاء لستات وثلاثين مدنيا اختطفوا في فترات متفاوتة خلال الأعوام الثلاثة الماضية هي الجلسات الثانية التي تعقدها الميليشيا لمحاكمة هؤلاء المعتقلين الذين تم اختطافهم من جامعاتهم ومنازلهم وأسقطت عليهم تهم بدون أي مستند وفي ظل قضاء غير قانوني لميليشيا لا تمتلك أي شرعية وبإجراءة باطلة وفقا للبيان الصادر عن وزارة حقوق الإنسان البيان ذاته أفاد بأن أكثر من سمعين مختطفا قتلوا على يد ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية جراء التعذيب البشع واللا إنسان في المعتقلات إلى جانب ستة وثلاثين مختطفا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين قامت بتقديمهم لمحاكمة صورية بصنعها منظمة صحفيات بلا قيود رصدت 115 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 منهم خمسة فقدوا حياتهم فيما لا يزال 18 صحفيا مختطفا بينهم 17 صحفيا في سجون ميليشيا الإنقلاب يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب المضي قدوما في إجراءات تفتقد للشرعية كهذه المحاكمات يراه المراقبون تغطية مفضوحة لممارسات قمعية من طرف ميليشياوي ضد مدنيين عزل اختاروا الانحياز للحرية وللدولة وللنظام والقانون التغيب والتعذيب يدفع بالمئات من أمهات المختطفين وزوجاتهم إلى القيام بوقفات لا تنقطع منذ أكثر من عام وهذا النوع من المحاكمات التي تفضي إلى أحكام بالإعدام كما حدث بالنسبة للصحفية البارز عبدالرقب الجبيحي يعمق آلام هؤلاء النساء ويضع مئات الأسر في مواجهات عدوان من جانب الميليشيا المتحكمة بالعاصمة لا حدود لصلافه وتماديه اشتركوا في القناة